لمرتدى رسم خلاص بقت مصر والاتحادات المصرية والأندياة المصرية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم على علم بإيه؟ بالقرار والعقوبة بالقرار والعقوبة بالقرار والعقوبة وغداً يبقى فيه بيام من اللجنة الأولمبية المصرية يتوزع على كل الناس طب فرد طلعوا قالوا إن يا أونكي لأبو المواطن اللي أنت بتقوله ده مش صحيح بأنا موصلناش حاجة وإنت مغمى قلهم كذبين وهتخشوا النار كذبين وهتخشوا النار أنا دوري يا بيه إن أنا أقول المعلومة اللي عندي مش دوري إن أنا أقول أخب معلومة الناس في لجنة الأولمبية أهلا تخب المعلومة هشام حطب ولا خشب حقه يخب المعلومة اللي هو عاوزه ده كسر يعني حطب ده حطب ولع فيه ده حطب ألهبه كل الخشب وأوقده ريمارا هو ولع في مرتضة بهدوء وبشياكة وبعدها عمل إيه أمر ريح راكب خير وعادي يلعب سباق موانع ولا في دماغه إنه عمل حاجة ومرتضة عمال يكل في نفسه طول الليل بالساعات وعمال يشتم ويعمل ويسويه حطب ولا هو هنا طب الدكتور حسن مصطفى ولا كأن الموضوع يخصه ولا كأن الموضوع يخصه فهنا اللجنة الأنمبية الدولية تعتمد قرار عزل مرتضة من رئاسة نادي الزمالك هات صورته هو الوزير برضو ما ينفعش تجيب كله قدامك كده وتقوم نتكي عليها بدلا ما تجرر كل الصور كده لا صورته هو لا صورة مرتضة خلاص بقى محطب خلاص ولا لا الله عليك الله عليك شايف ست الوزير مسك الشريط مرتضة هو اللي بيقص يعني مفترض غلق الوزير عشان يفتتع عندي حمام ولا تولدته ولا اي حاج ست الوزير هو اللي بيقص مرتضة هو اللي بيقص طب ازاي يعني واحمد جلال طبعا بمسك احمد جلال حتى ما سوزوش الشريط التاني لكن هالي يجوز فعلا ان وزير شابه الرياض مرتضة يا سوفي وهو الضير وهو اللي جاي نيابة عن دولة رئيس الوصناء هو اللي بيقص الشريط لمرتضة ومرتضة يقص بالله علي جاي ده كلامي ده برته كل دولة رئيس الوزيرات لو كان حاضر كما هي افكاة زي احمد جلال مسلا لا طبعا طب دولة عشان سوفي هالي هو اللي يجوز ان يمسك الشريط مرتضة اللي يمسك له الشريط مش العكس لكن البرانوية والنرجسية وجنون العظمة اللي عمد مرتضة ايه كده ودو دولة عشان سوفي يا رجل مؤاد قال له يا عم خلصت من ام الزيارة الخنقة دي عاوز امشي والله وروح انا مبشوفش العيان وجدت لك يوم الجمعة عشان اتقل شرك واتقل سانك ده لما تقول انت فيني اشرف ومشي اشرف وكلام منه اجيب هاي من اللي عليكم انا عاوز اجمل تعليق على ان الوزير ما هو اللي يمسك هو اللي يمسك لمرتضة الشريط ومرتضة طب انت اصلا جاي بالوزير ليه عرفت انت جاي بالوزير اللي هي مرتضة الوزير ييجي عشان نسيجلك الشريط وانت اللي تقص تا ما تقص مع نفسك يا مرتضة والوزير يريح في اليوم ده وطولي الايام شغال وتعبن وعمال يجري من شرم الشيخ لاسكندرية لاسوان لنقصر لاكتوبر لشبرة الخيمة لحلوان وهكذا لكن هنا انا اتي الوزير عشان يجي يفتتح الوزير هو اللي يفتتح مش الوزير يمسك الشريط وانت اللي تفتتح يا مرتضة يخرب بات اللي جنون العظم اللي انته فيه يا عم ده تشرط اهو الناد الاهلي انا بدعم الناد الاهلي يا عم ده تشرط الناد الاهلي انا ما صدعونيش بق مستنى تشرط الزمالك والله من عمد سلمان على الزمالكوية مطالبة احمد سليمان انه يجيب التشارة. انا مش لاقيه في الاستورز. لو في الاستورز بتعزميك دابل ايكس اروح اجيبه. سألت ما لقيتش. اللي لقيه قلوه. خلاص كده. هقول ايه بقى تاني? اقول ايه تاني? خلصتي فيك كل الكلام يا مرتعد. سيادتي الوزين هو اللي بزيقك الشريط يا راجل انت. ده كلام يعقل. طيب. ماذا يستوجب الان على وزير الشاب والرياضة? خلاص. تم ابلاغ الجهات الدولية وتم ابلاغ الجهات المحلية. لم يعد امان مزير الشاب والرياضة لعزل هذا الكائن رسميا ومنعه من التوقيع على الشيكات نادي الزمالك. ودخوله بوابة نادي الزمالك الا اصدار قرار بتجريده من التوقيع على الشيكات. ما عندهش حاجة تانية. حاجة تانية هو اتمنى ان اللجنة الاولمبية او مركز السورة التحكيم تخذ قرارها عاجلا بالغاء لائحة مرتضى منصور اللي عاد بها ابنه الى اه اه الحكم في نادي الزمالك بعد ما هنع العبتال كسحه وسقطه في الانتخابات. واعتمنى ايضا على الدكتور الشاب والرياضة ان يتقل له في عمل ويعيد الدكتور عبدالله جورج. الاخوانجي. عبدالله جورج الاخوانجي. فهمvia مرتضى? جورج الاخوانجي. لوعتنسي بقول كده? ق Additional عبدالله جورج مش عبدالله بس قال له اه جورج ما قالوا اسمه عبدالله يبقى اخواني تاب جورج قالك لا مش يبقى من الاخوان المسعيين مش من الاخوان المسعيين حاجة حاجة بصراحة كم الافتراءات اللي بيطلعها مرتضة على الناس والاساءات غير طبعية ويتحمل وشهو رياضة الدكتور الب续 1978 مسئولية تطبيق القانون هو بطبع القانون بهدقوا وبروية لكن الان اصبح في اعتماد من الألمبيه الدولية لقرار عازل مرتاح الجواب الألمبيه الدوليه اللي جل ا Li Bidoor يقولا علم احطنو بقراركم لكن الألمبيه الدوليهها زلتش قرار انت اخدت القرار ٢٠٠٠٠٠٠٨٠ الوليمبيه الدوليه تاخدت قرار؟ لو تدخلت الدولة على النيогодسى بقى اية وشال من الاشكال اللي اجبار الاolinبيه المسوعية بقى تفتحها بجلاجل. طب مرتدى دلوقتي اصبح معزولا دوليا. احنا بنحيط اللجنة الولمبية الدولية فبتعتمد القرار. كده مفيش قدام الدكتور قشف صفي بحاجة غير ان ياخد القرار بقى بتاعه. اعتاقل انه كان ماجل قراره الى هذا الامر. طب لجوء مرتدى الى القضاء يعني لجوء مرتدى الى القضاء ده خرخات. ليه? لان القرن الرياض القرن 1 سبقين نظم انك انت عاوزت تظلم من حاجة تروح فين? مركز ده سورة التحكيم. طب في جوز ايها تانية عاوز اتكلم فيها? وهي ان لجنة التفتيش بنات الزمالك في صدمة عنيفة جدا 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 ومستقيم جدا الناس. في قمة الاستياع. الاستياع الشهيد. شوف يا بيه. بقى لهم 3 ايام النهاردة النهاردة بقول لهم عايزين العقود. فين العقود بتاعت اللعيبة? فين لايحد مكافئات اللعيبة? فين بتاع ده? كشف المشطوبين والموقفين على مدار السلامات السلاسل الماضية? فين العضويات? ما عاوزين نعرف كيف هي ضم اضافة الام والاب والعيلة? انهم ما عندهم عارفين المخالفات اللي موجودة? ولا رادرين يدوم حاجة. والناس بلوا لجنة التفتيش. المحترمين? كل ما يقولوا حاجة لموظف يروحوا ما يرجعش. يروحوا ما يرجعش. ومطولين بنه. ومش عاوزين يحبسوا حد ولا يشدوا حد. ولا يعملوا مشاكل ولا اي حاجة. مدام سهير الشاعر. ولها منه كل التقدير وكل الاحترام. رئيسة العضوية. النهاردة طلب منها المشطوبين والموقفين في العضويات. قلت لهم حاضر. وراحت وماريك عدس. تواصلت مع احمد جلال ابراهيم. نائل رئيس النادي والرئيس الفعلي. لا يا مدام سهير. يا حاجة سهير. اسمعي كلام اللجنة. وديهم كل المعلومات. وإلا تتحملي عواقب ما تصبح فتأ. قرارات. قالت لي يعني. قال لي يعني هو قال لك ايه. قالت لي وقال لي ما تدومش عنه. قال لها تتحفص يا حاجة سهير. ما حاجة ينفعك. يا حاجة سهير. الناس دي ما بتهزرش ما عادة بتطيع قضاء ايه. انا بقولك يا بي الحوار اللي ضربين احمد جلال اللي مرحش من الهات النهاردة. والحاجة سهير الشاعر. قالت له يا احمد بيه دا عايزين الموقفين والمشطوبين على مدار الثلاث سنوات الماضية منذ مدة المجلس. قال لها دهم له. حق اللجنة. يا احمد بيه دا عايزين اضافة الام والاب وازا بيتمه والعيلة وكلام من. قال لها. قال لها. في حاجة غلط عملت له. كان بيعمل مجملات لناس بالاعتماد. وده بيخصر النادي فلوس. قال لها قصي. ده قرارك يا حاجة سهير. حاجة سهير الشاعر. وبنا هي يحفظها يعني ويجنبها كل شرر. لا اتمنى لها اي شرر. لان هما كلهم كانوا بينفزوا كلام. وبيسمعوا كلام. بالسحمة الجلالي ابراهيم نصح. اسمع يا مرتضى انا بقولك الحياة يا مرتضى. انت لسه بازج المقص. تتقصم الدين هيا معي. طيب. الحاجة بقى التانية. ان اللي انا عاوز اقولها. ان سيتي كلاب. سيتي كلاب. عامل حاجات جميلة جدا جدا جدا. اعلن عنها. الاستاذ. كابتن عاصم السعدان. كابتن عاصم السعدان مدري النشاط الرياضي. طبعا بقى فيه بقى نشاط وحاجات حلوة. قال سيقوم اولمبيات ستي كلاب. محمد كامل اللي هو الرئيس التنفيذي للمجموعة. ومجلس الادارة المحترمة اللي بدونه شخصيات عظيمة. كابتن عاصم السعدان مدري النشاط الرياضي قال ان انشاء الاكاديميات داخل النادي سيكون بشكل علمي من اجل تأهيل ابناء النادي للبطولات والمنافسات. وان هناك مهرجانات ستقوم في ستي كلاب كل فتر. وفي نهاية المسلم الاول سنقوم اولمبيات ستي. وسنقوم اولمبيات في جميع الالعاء. ومتداخل فالنشاط الرياضي والثقاف والاجتماعي. ولدينا مشروع رياضي لتدريب اصحاب الهمم. وقال الدكتور كابتن عاصم السعدان سنقوم برعاية جميع المواهب. بدلا من المواهب التي تدفع الاشتراكات سنقوم برعاية. ولدينا طبوح كبير ان نتمكن من تقديم لاعبين للاحتراف خارج مصر. كما اننا سنستعم بخبرات خارجية في المستقبل. ده